انابى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة لحضور المباراة النهائية للبطولة الأسيوية السابعة للناشئين التي أقيمت يوم أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية وقد توج سموه منتخبنا للناشئين بلقب هذه النسخة من البطولة بعد فوزه على حساب المنتخب اليابني بنتيجة 25 مقابل 23 في مباراة شهدت الندية والحماس والقوة منذ دقائقها الأولى وحتى ثوانيها الأخيرة والتي قدم خلالها أحمر الناشئين مستوى فنيا متميزا نجحوا من خلاله بتحقيق المركز الأول ومعانقة الكأس الأسيوية فيما قلد سموه المنتخب اليابني ميداليات المركز الثاني وذلك بحضور سعدة السيد هشام بن محمد الجدر وزير شؤون الشباب والرياضة ومع الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعدة السيد عبدالرحمن صادق عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وسعدة العقيد الركن عبدالعزيز محمد الشينو رئيس المجلس الرياضي العسكري السيزم وسعدة الشيخ حيات بنت عبدالعزيز الخليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة باللجنة ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد عيسى إسحاقي وعدد من المسؤولين بوزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة اليد وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد ومحبي وجماهير اللعبة بمناسبة تحقيق منتخب الناشئين لللقب القاري الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من السابع والعشرين من أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر والذي تأهل من خلالها ناشئو الأحمر لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة الجورجية تبليسي العام المقبل وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقق يعكس الدعم الذي تقدمه اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للاتحادات الرياضية والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد الذي وضع الخطط والبرامج لاحتضان المواهب الشابة ودعمهم لإطلاق إبداعاتهم وإمكاناتهم موسيقى 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 أولاً حبنا بارك حق سيدي جارة الملك وإلى شعب البحرين ولمنتقب نفسه والإداريين كلهم على هذا الإنجاز العظيم فإذا فريغ الناشئين وحصل بطوات آسيا فإن شاء الله أن الجدام الخير وجدام البطوات هيا إن شاء الله موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر